السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين اي اي ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم برنامج من اقوى وافضل برامج الحماية وتنظيف الويندوز وتسريعه والجميل في البرنامج ان هو مجاني بالكامل لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية البرنامج بيفتح معاك بالصورة ديت اول ما حضرتك بتسطبه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لاحظ بقى حضرتك فوق كده هتلاقي ان البرنامج فري مية في المية يعني مش هيطلب منك مش هيطلب منك تفعيل مش هيطلب منك ان انت تشتري الخطوة الاولانية اللي احنا بنعملها اللي هي ده بنروح رايحين عليها ان نروح عاملين على طول اسكان لجهاز الكمبيوتر الخاص بنا هيبدأ البرنامج يعمل اسكان ويعمل عملية تنظيف لكل الملفات اللي ليس لها قيمة او فايدة على جهاز الكمبيوتر بتاعك وبتأدي ان الويندوز يبقى تقيل وبتاجد صعوبة في تشغيله او بتاجد بطء في تشغيله زي ما حضرتك شايف البرنامج عمال ليعمل عملية حساب لكل هزيه الملفات وهيبدأ بعد كده آآ في عملية المسح تابع معايا الفيديو لو لاحزت كده بعد انتهاء البرنامج مائن آآ فحص جهاز الكمبيوتر هتلاحز ان هو عصر على حوالي واحد وتلاتة من عشرة جيجا دي محتاجة لعملية تنظيف كل الملفات ديت آآ انت مفروض تمسحها طبعا هنا في ملفات برضو انا هعلم عليها تمام فنبدأ بعملية التنظيف نبدأ نعمل عملية الين هيبدأ هو يعمل عملية تنظيف وتسريع لجهاز الكمبيوتر بتاعك واسيانته واصلاح كل الاخطاء اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر بعد الانتهاء من هذه المرحلة هستعرض لحضراتكم باقي الخصائص العظيمة بتاع هذا البرنامج اللي بيتميز بان هو مجاني ومن الشركة كبيرة آآ وهو غايب معرفته عن كثير من الناس انا انتظر لحين الانتهاء من عملية التنظيف بعد الانتهاء من تنظيف جهاز الكمبيوتر بتاعنا هنروح له هو الخطوة التانية الخطوة التانية ان انت بتعمل عملية مسح لكل الاثار بتحتك على الانترنت بتمنع ان اي حد يعمل لك عملية تتبع فبتبدأ تمسح اثارك اللي انت خلفتها وانت بتتصفح المواقع على الانترنت نبدأ نضغط على اسكان هيبدأ البرنامج يعمل عملية اسكان ويمسح كل الاثار والمخلفات اللي انت تركتها اثار تصفحك على الانترنت نضغط على اللي هو كلين زي ما حدرك شايف كده الموضوع تم منتهى البساطة نبدأ نستعرض باقي الخواص الموجودة في البرنامج وهي خصائص عظيمة جدا آآ هاخد الخيار الثالث هنا آآ لو حضرتك حابب ان انت تعمل عملية تسريع لجهاز الكمبيوتر بتاعك في بدء التشغيل تضغط عليها يزهر لك على طول البرامج اللي بتشتغل في بدء تشغيل الويندوز وحضرتك بتبدأ تعمل لك عملية ايقاف عشان تسرع من بدء تشغيل الويندوز انت بحضرك بس بتسيب البرامج اللي انت في احتياج لها يعني انا مسلا البرنامج ده انا مش عايزه والبرنامج ده لكن طبعا انت في احتياج ليه فبتخليه زي ما هو تبدأ تضغط على وتضغط على اللي هو نيجي للخطوة التانية ديت هتفعلها عشان الويندوز بتاعك يعمل عملية تحديث ودي خطوة مهمة جدا فيه كتير نيس بتخفل عنها نيجي للخطوة اللي بعد كده اللي هي الحالة ديت انت بتستخدمها لما تكون حاطت ملفات على كرت او حاطت ملفات على اه فلاشة والفلاشة بتطلب منك ان انت تعمل وانت عايز تسترد الملفات بتاحتك اللي موجودة على الفلاشة او على الكرت بتضغط عليها تمام كده هواته بتبدأ تحدد له المكان بتاع الفلاشة هنا دي الفلاشة بتاعتي هوات وبعد كده تبدأ تضغط على هنا كمان فبيبدأ يقول لك ان الملفات بتاحتك اه متاحة لك ان انت اه تشاهدها وتنقلها كمان هنا زي ما حضرتك كده شايف ممكن كمان اعمل عملية تشييك على الاخطاء لو كان في خطأ موجود في الفلاشة او في كرت الممري بتعمل له عملية اصلاح تقدر تستعرض الملفات بتاحتك وتستعيدها اضغط مرة تانية وهواري لحضرتك ان انا هقدر افتح الفلاشة اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي كان فيها اي مشاكل كل اللي انت تعملها تنتظر لحديث ما يتم عملية الاصلاح واستعراض ملفاتك بدون متفقدها او تعمل لها عملية زي ما حضرتك شايف كده بيقول لي ان العملية تمت بنجاح ولو انت عايز استعرض ملفاتك وتدخل على الفلاشة او كرت الممري تضغط على كليك هير تمام كده هوات هتلاقي يتفتح على طول معاك الفلاشة او كرت الممري واستعرض لك كل الملفات اللي موجودة عليها تبدأ تعلمها كلها تقودها نسخ وتحفظها في مكان تاني اه وانت كده تبقى ما فقدتش الملفات اللي كانت موجودة على الفلاش ممري الخاص بيك نيجي على الخطوة اللي بعد كده وهو ان انت بتعمل حماية للفلاشة او كرت الممري من ان اي حد يمسح الملفات اللي عليه اللي هي اه رايد بروتاكت تمام كده هوات لو انت حضرتك اخترت هذا الخيار وانت عاطت فلاشة زي ما حدرك شايف كده هنا على طول الفلاشة بتاعتي اه ظهرت لو انت اخترت اللي هو تمام وضغط اه يبقى تعمل عملية حماية للفلاشة بتاعتك من ان في اي حد يمسح الملفات اللي عليها او ان هي تقبل ملفات فانت بتعملها حماية من انتقال الفيروسات انا دوقتي عشان الخطوة ديتم حضرتك اتطلع الفلاشة برج جهاز الكمبيوتر بتاعك وترجع تدخلها مرة تانية فانا اه طلعت الفلاشة او دخلتها مرة تانية اه هبدأ افتح الفلاشة بتاعتي ونشوف الفلاشة تم حمايتها ولا لا من ان انت تقدر اه او حد يقدر يمسح اه اي ملفات كانت موجودة عليها ابدأ ادخل على الفلاشة تمام كده هو اه محرق الاقراص اللي هو تمام وابدأ احاول لان انا امسح ملف من الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة اعمل له ونشوف هل تم الحماية ولا لا اعمل كليك يمين هبدأ ازهر مزيد من الخيارات هاجي اعمل مسح هتلاقي ان خيار حاس في الملفات اختفى يبقى معنى كده الملف ده ما اقدرش ان انا امسحه كده يبقى انا عملت حماية للفلاشة بتحته طيب برضو من ضمن المزايا اللي موجودة في النقطة ديت ان انت ممكن تعمل ايقاف للحماية اه فوقت احنا بيبقى عندنا فلاشة الفلاشة دي تبقى محمية من الكتابة طيب لو انا حابب ان انا الغي هذه الحماية بص حضرتك ترجع تضغط على نفس الخيار وتنتظر تمام كده اوكده انا بشيل الحماية من على الفلاشة هبدأ برضو عشان الموضوع يتم تفعيله تفتأ اخلع الفلاشة من على جهاز الكمبيوتر وترجع تركبها مرة تانية. كده انا آآ ركبت الفلاشة مرة تاني هبدأ اروح على الفلاشة ونشوف هل انا شيلت الحماية اللي كانت موجودة على الفلاشة ولا لا. ندخل على الفلاشة. وهنبدأ نختار اي ملف ونشوف هل خيار الحسف رجع ولا لا. كليكي مين. ونعمل ازهار المزيد من الخيارات. زي ما حضرك شايف كده خيار الحسف آآ ظهر لي مرة تاني. يبقى انا قدرت ان انا اشيل الحماية اللي كانت موجودة على الفلاشة. نيجي للخيار البعدي حضرتك آآ لو آآ ضغطت عليه. هتعمل زي عملية لجهاز الجهاز الكمبيوتر بتاعك لو كان جهاز الكمبيوتر بتاعك آآ معلق. هنا طبعا انت بتختار آآ افضل اداء لجهاز الكمبيوتر بتاعك. فبناخد الخيار الاولاني بنسيبه زي ما هو. تمام? آآ لو نزلت على الخيار اللي بعد كده هيبدأ استعرض لك كل التطبيقات والبرامج اللي انت مثبت على جهاز الكمبيوتر. وحضرتك لو حابب تعمل عملية ازالة لأي برنامج على جهاز الكمبيوتر بتاعك بتعمل له عملية بمنطة البساطة يعني على سبيل المسال لو انا عايز امسح البرنامج ده تضغط على هيبدأ يظهر معاك آآ خيار انت حابب تمسح هذا البرنامج ولا لا. لو حضرتك حابب تكمل هيبدأ يمسح لك الملف من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. زي ما حضرك شايف كده هو هنا بيقول لي انت عايز آآ تعمل عملية ولا فانا طبعا آآ هعمل تراجع مش هامسح البرنامج ده لان انا في احتياج ليه. اقول له نعم انا مش هكمل. لو رحت على الخيار الاخير هنا الشركة المصنعة للبرنامج بتعرض على حضرتك كل البرامج اللي موجودة عندك عندها على موقع الشركة لو حضرتك حابب ان انت تحمل اي برنامج كل اللي انت هتعملوها تقف وتعمل عملية البرامج اللي الشركة مصنعها. بعد ما استعرضنا على حضرتك وكل الخصائص بتاع البرنامج ناجي لاهم خطوة ازاي نحمل البرنامج من موقع الشركة بالمجان. كل اللي انت هتعملوها تيجي في خانة البحس اللي فوق دي. هتضع الرابط اللي انا بازن الله ان شاء الله هتركولك في قلب صندوق وصف الفيديو. وبعد ما تحط الرابط تضغط على انتر. وتنتظر لحد ما تفتح معاك صفحة آآ البرنامج. وتبدأ تعملو عملية آآ داو اللود. هتضغط على فريد داو اللود. وتنتظر لحدية ما تبدأ عملية التحميل معك. آآ البرنامج طبعا آآ مساحته صغيرة جدا. هو آآ اربعة وعشرين ميجا. زي ما حضرك شايف كده عملية التحميل ظهرت آآ معايا فوق. كل اللي انت هتعملوه هتنتظر لحين انتهاء عملية التحميل. وتبدأ تعملو عملية سطب عادي خالص. زي ما بتسطب اي برنامج فهوش اي مشكلة. هتلاقي البرنامج يشتغل معك. زي ما حضرك شايف كده آآ شغال معايا. والنسخة فري مية في المية. طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة